نبدأها من جريدة الشرق الأوسط التي اهتمت بالعلاقات المصرية الفلسطينية تحت عنوان السيسي نسعى من أجل حل شامل يؤدي إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية التفاصيل شجد الرئيس المصري على فتاح السيسي على سعي مصر الدائم إلى إيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية أكد أيضا على أن وحدة الموقف العربي الذي يستند على مبادرة السلام العربية تمثل عنصرا رئيسا في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ومن جهتي أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس السيسي مشيدا بالجود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية فضلا عن تحركات مصر على مختلف الأصعدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية أكد أيضا حرصه المستمر على التشاور والتنصيق مع الرئيس السيسي خاصة في هذا التوقيت وقبيل اجتماع القمة العربية في المملكة الأردنية وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن العقادة القمة الفلسطينية المصرية في القاهرة شكل ردا ثنائيا مشتركا وصريحا على كل من حاول التشكيك في عمق ومتانة العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين أو التشويش على التناغم القائم بين الرئيسين السيسي وعباس أيضا ذكر البيان إخلاص ابن ذكر أن فلسطين قوية بمصر ومصر تبقى قوية بدعمها لفلسطين أضافت الوزارة أن اللقاء بين الزعيمين جاء في سياق الاهتمام الضخم والشاسع الذي يوليه القادة العرب لإنجاح القمة العربية في الأردن تأكيدا على أن التنسيق المستمر والمعمق على أعلى مستوى بين فلسطين والأردن وبين فلسطين ومصر يوفروا تلك الضمانة لنجاح القمة كما أنه يعزز من مركزية القضية الفلسطينية وأولوياته على المستوى العربي تحديدا في القمم الرئيسية أضافت كذلك على جانب الآخر يأتي اجتماعه اليوم ليؤكد على أهمية الدولة المصرية في الضغط على جانب الإسرائيلي لوقف إجراءاته الاحتلالية وخطواته الاستيطانية وسياساته التي تستهدف الإنسان والأرض الفلسطينية وكذلك الوجود الفلسطيني ككل